هو يوم الإثمين الأسود كما سماه المنتجون الأمريكيون للنفط يوم شهد انهياراً تاريخياً لأسعار النفط الأمريكي المعروف بخام غرب تيكساس لعقود شهر أيار حتى اضطر البائعون إلى دفع 37 دولاراً عن كل برميل نفط يرضى المستهلكون بأخذه من دون مقابل الانهيار الكبير بحسب خبراء في أسواق النفط أتى مدفوعاً بقرب انتهاء آجال عقود شهر أيار وقرب نفاذ السعات التخزينية وقلة الطلب داخل الولايات المتحدة بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف رحلات الطيران وحرقة السيارات وكثير من المصانع الأمر الذي دفع البائعين إلى محاولات يائسة للتخلص من تكاليف التخزين التي أصبحت باهظة جداً في ظل هذه الأزمة الرئيس الأمريكي يعلق على ما جرى في أسواق النفط بالقول إن إدارته بصدد الاستفادة من الأزمة عبر ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط بنحو 75 مليون برميل وكذلك بوقف استيراد مزيد من شحنات النفط الآتية من الخارج ما يعني بحسب محللين هبوطاً جديداً مرتقباً في أسواق النفط العالمية التي تعاني أساساً من تراجع كبير في الأسعار بسبب تفشي فيروس كورونا وفشل منظمة أوبيك في ضبط كميات النفط المعروض في ظل الخلاف القائم بين السعودية وروسيا وبالطبع سيكون العراق في عين العاصفة وهو البلد الذي يعتمد في وارداته على النفط بما يتجاوز 90% ما يعني أن كارثة اقتصادية شبه محققة باتت على أبواب العراق الذي ستعاني موازنته للعام الحالي من عجز ربما يفوق ما حدث منذ تأسيس الدولة العراقية ترجمة نانسي قنقر